السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم جميع مع حضراتكم دكتور مصطفى حامد البري من درس الفيروسات المناعب مع در كم من اورام جامعة القاهرة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي اجمع اكتر من صورة في نفس الصورة. عندي اكتر من صورة وعايز اجمعها في نفس الفكر ودي بتبقى اطلوبها في معظم او في الرسائل سواء الماجستير او الدكتوراه. يعني عايز اعمل شكل زي ده من صور مفردة زي الصور دي. اه ويكون موضوع ان شاء الله يكون بسيط بازن الله. وهنا هستخدم الورد. الورد ليه مميزات وليه عيوب. في فيديو دي ان شاء الله. هعمل برضو نفس الموضوع بس هستخدم فيه الباور بوينت. وهعرف حضراتكم ازاي تعملو زي تنبلت كده. يبقى ثابت عند حضراتكم بحيس ان انتو متحتاجوش تعملو كل مرة من الصفر بازن الله. ان كل المشكلة بتحصل عندي بتبقى ان صور ما تبقاش قد بعض. ده اول حاجة مشكلة بتواجهنا صورة تبقى كبيرة وصورة تبقى صغيرة. عارف حضراتكم يعني التب بسيطة جدا هتخلي الصور قد بعض بالزبط. مفيش حتى فرق يعني واحد. ده رقم واحد. رقم اتنين ان صورة تطلع يعني ان تبقاش مظبوطة واحدة برا بارك حدود الاطار زي ما تقوله كده. ده برضو هنعرف ازاي نعملها وبردو هقول لحضراتكم ازاي تحطوا الارقام اللي هي ايه او اللابل ايه وبي و سي ونكتب اه الداتا تحتيها. اول حاجة هنا بالنسبة للورد لسيطة الورد اكتر فيه الرسائل يعني. بنعمل ايه بنيجي هنا في صفحة فاضية. بعمل هنا كنترول وانتر عشان افتح صفحة جديدة. وبختار من قائمة في حاجة اسمها في اخر حاجة هنا تحت اسمها اضغط عليها بيديني الشكل ده. ايه بقى مست الشكل ده. مست الشكل كانو بس ده ان انا لو عندي اي هنا مسلا وانيقن الشكل ده هرسم او حد حتى يرسم اي حاجة وهو دي ساهمة اهو مثلا يعني. اجي اطلع برا الاطار مش هيطلعولي برا الاطار ده اللي هو رسمهولي. علشان اضع اكتر هخلي الاطار ده ليه شكل. يعني هنا هو منه بس شفاف مش مش واضح. فانا ممكن اخليه بس من هنا من القائمة دي وبعدين باجي هنا اقول له اللاين دي بقول له سولد لاين. فبيديره شكل اه الشكل ده فبدأ يزهر عندي كده اللون الازرق ده الحدود بتاعت. شوف اترك اجي اطلع برا مش هيطلع فده بيعمل لي بيعملني كجيد ان انا ما اطلعش خارج حدود الاطار والصور تبقى وزبوضة. تمام? فممكن اصلا نرسم به حتى يعني ولو اني بقى افضل الباور بوينت. اه طيب. ده الاولاني اهود لو الصورة عندي بقى انا عايز احط الصور انا عندي ست صور مثلا اللي هي الصور دي وعايز احطهم هنا اه مرتبين جوه الشكل ده. اول حاجة بعملها هاخد الصورة الاولانية او حتى اخدهم كلهم بعمل كنترول واحدد كنترول واحدد كنترول واحدد اضغط على الصورة بس جاست وبعدين اقول كنترول و سي او كنترول و اكس لو انا اعملهم قط وبعدين اجي جوه الاطار اللي انا رسمته اللي هو بتاع الكانباس دوت واعمل لهم كنترول و في خلص عطيت الصور داخل الاطار. بقى عندي المشكلة التانية انه هما مش قد بعض. نحل المشكلة دي ازاي? لو ضغطت ضغطتين هنا شوفوا حضراتكم ظهر ايه حاجة اسمها بكتشر فورمات. هنا الحدود او الحجم بتاع كل شيء من دون. هنا واحد وخمسة وعشرين واحد وخمسة وستين. لو ضغطت على تاني هتلاقي مختلفة عنها. بقى خمسة وستين بقى تلاتة وستين. فانا اللي هعمله ان انا اخلي الارقام دي زي بعض. تمام? فاحدد واخلي الارقام دي زي بعض بحيس ان هما يتزبطوا بالزبط. الحال المانوال طبعا ان انا بعمل ذا كده وبعدين باجي هنا بعملها زي بيقولوا بالوايم هناك في البور بوينت صراحة بيديني خطوط. يعني لو مش موجودة. فهنا ممكن اعملهم انا كده ايه? اه مانوالي كده? بحيس ان هم يبقوا اضبع. الحال. واضغط عليهم اتأكد يعني من هنا. اه فدي حاجة بسيطة يعني ممكن حقا لكم تعملوها سهلة جدا. بعد ما زبط الصور بيبقوا اضبعت بالزبط. اه هم كلهم. الصور اضبعت كلها بالزبط هنا كده. بابدأ بكل بساطة. اهو. ادي الصورة الدي كمان ودي. طبعا عشان الوقت الفيديو يعني مش لازم اعملهم مية في المية بصح يعني. هنا ايه? بعد ما عملت الموضوع ده خلاص. باقي لي بقى? باقي لي ان انا دخل لو فيه او حاجة. خلي بل حضراتكم اقدر زي ما قلت حضراتكم اقدر احرك كل دول ممكن اعملهم كنترول وايه? كلهم واحركهم داخل الاطار اهو. ما فيش اي مشكلة خلص. يعني ممكن ازبط كل حاجة انا عايزها اه داخل الاطار اللي انا بعمله ده. فيش اي مشاكل خلص. بعد كده عايز احط بقى اللي هي ايه? لو عايز احط لابل هنا تحت دي. بعمل ايه? بكل بساطة من هنا من برضو. وبعدين بقى ادخل حاجة اسمها اللي هو التكست بوكس. وباجي هنا تكست بوكس. قلو تكست بوكس. خليها بره هنا الاول. وبعد هنا اكتب مسلا اه مسلا كنترول. بعد ما كتبت كلمة هنا باجي اخد اخد دي كده اخد دي كده كنترول دي وهحطها هنا داخل الاطار اللي انا عايزه. اهل. بس بعمل كنترول دي لو ضغط على دي كنترول دي اكتب بقى اللي جنبها وهكذا. طبعا عشان شكلها يبقى كويس بلازم الغي الاطار ده. الغي الاطار ده منين اضعط لها مرتين اتنين. واجي من هنا. هلاقي حاجة اسمها الاوتلاين واقول له نوع اوتلاين. خلاص الاطار اختفى عشان منظر الصورة تبقى كويس. نفس الموضوع ممكن اخد واحدة من دي والكنترول دي برضو عشان اقررها. بس هعمل بها ايه بقى دي? هحطها هنا واكتب ايه? اللي هو بقى ايه? الحروف بقى اللي انا عايزها. هكتب هنا ده ايه? وبرضو نفس الموضوع الشكل ده الصراحة بقى بشع جدا اللي احنا نسيبه بالاطار بتاعه الخارجي. نبقى نفس الموضوع. ونبقى اوتلاين وبعد نعمل خلاص تبقى هنا بي. وهنا سي وهكذا. بكل بساطة يعني. وهنا ايه. نكتب بقى اللي احنا عايزينه خالص نعدل دول هنا فيش اي مشكلة. ونزبط بقى اه ان هما مايبقوش على الصورة. من الاخطاء يعني الشقاء هنتيب على الصورة. طلحها برا الصورة خالص. خارج الصورة وحطهم بالترتيب بتاعهم. آآ بعد ما خلص بقى وزبطت الحاجات دي كلها عايز احفظهم بقى كصورة. هو انا بعملها هنا داخل لو انا في رسالة او كده فمحتاجش احطهم آآ في صورة خارجية. آآ فعشان احيان المشكلة دي باخد الصور دي كلها اللي هي لو هي دي مسلا احددهم كلهم. آآ احددهم كلهم. هارجع تاني احددهم كلهم من هنا من الجنب هنا. هاو. واقول له كنترول و سي. واطلع تاني هنا. واقول رايت كليك واقول له بيست ايه بقيت صورة. بقيت صورة. طبعا دي عشان اتحركت فمدهي لي. فلازم اعدلها تاني. هنا ازور حضراتكم. اي اي حركة او بتبوص في الاصل عندي بتطلع لي في الصورة اللي هي الاخيرة. اجي هنا عشان اعملها كسورة. بكل بساطة. هاجي هنا عشان اعملها كسورة بكل بساطة. احدد دي كلها من هنا من الجنب من هنا. اهو. واول كنترول و سي. وبعدين اجي في صفحة فاضية. يكون هنا كده. ده قلت لحضراتكم اعمل رايت كليك وبعدين اعمل دي كده اللي هي اخر حاجة اللي هي دي. بالشكل ده. ده اللي هي انسيرت اس بكشور. طيب خلص بعد ما خلصت الموضوع ده اعمل رايت كليك واقول له سيف اس بكشور. واختار الايه الصورة اللي عندي دي. عايزها تبقى ازاي? اقول له والله عايز احفظها جي بي جي. آآ وبعدين اقول له سيف. اللي انا هستطيع قبل كده. اهي. وافتحها هنا هلاقيها موجودة. آآ طبعا الورد آآ الباور بوينت افضل. ان شاء الله في الفيديو اللي كايف بازن الله. ممكن نستخدم فيه الجزء اللي هو بتاع الورد الباور بوينت بازن الله. اللي هي داني الشكل اللي انا عايزه. اللي انا محتاجه. آآ باخته بس بحطه فيه الرسالة بتاعتي وخلاص كده ما فيش اي مشكلة. شكرا جزيلا حضرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.